أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذية أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واضحة بضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والقيادات الوطنية الشابة لتلبية التطلعات المستقبلية من خلال تهيئة البيئة المناسبة لهم ومنحهم الفرصة لتطوير أدائهم على مختلف المستويات جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد المكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذية وسعادة عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نخبة من القيادات الواعدة في الجهات الحكومية بدبي في مركز الشباب العربي بأبراج الإمارات وأكد السمو لعهد دبي للقيادات الشابة أن الإمارات تسخر إمكاناتها كافة للاستثمار في الإنسان مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب فكرا جديدا وأفكارا مبتكرة لمرحلة نمو مستدامة ووجه سموه حديثه للقيادات الواعدة قائلنا أنتم فريقي الذي أؤمن بقدرته على صياغة مستقبل مشرق لنا يواكب التغيرات المتسارعة في العالم ويجب عليكم تبني رؤية قيادتنا الرشيدة والإقدام على خوض تجارب جديدة والأخذ بزمام الأمور والمبادرة بما يفيد الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر